قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرش للتر وكذلك تثبيت أسعار المزود المورد للصناعات الغذائية والكهرباء كما قررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث بمقدار 25 قرش ليكون 7 جنيهات و50 قرش للتر بنزين 80 و8 جنيهات و75 قرش للتر بنزين 92 و9 جنيهات و75 قرش للتر بنزين 95 وقررت أيضا تعديل سعر المزود المورد لباقي الصناعات ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه هذا وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية